السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بقى هنبدأ نتكلم عن ال 12 مبدأ بتوع الاجيل اللي هما 12 Principles. احنا قلنا 4 values منهم بنجيب 12 Principles بعدها هنبني ال Practices عليها. ال 12 مبدأ بتوعنا عشان ما نتلخبطش هنقسمهم 3 اقسيم تمام؟ التقسيمة دي مش تابعة السيليبوس. 3 مبادئ خاصة بتسليم السوفتوير ان انا سلم سوفتوير شغال و 4 مبادئ متخصصة باني اعمل ديزاين يبقى ويقدر الشغل بتاعي يبقى قابل للتغيير لما تتغير الخطة زي ما قلنا. و 5 مبادئ خاصة بالكومنيكيشن وتنظيم الشغل. فاول 3 مبادئ اللي بتكلموا عن ان سلم سوفتوير شغال. اول مبدأ بيقول لي. اهم حاجة عندنا هي ارضاء العميل. اهم من اي حاجة. طيب هنرضي العميل ده ازاي? باني اسلم له حاجات بدري وكل فترة. يبقى عنده يقدر يديني فيدباك عليه بحيث اني ازبط شغل بتاعي. دي اهم اولوية عندنا. اني ارضي العميل. تاني حاجة ان السوفتوير اللي بسلمه ده اسلمه كل فترة. بفترات. الفترة ما بين كل تسليم والتاني تكون من اسابيع لشهور. يعني اسبوعين اربع اسابيع او شهر شهرين. طيب انهي احسن. with a preference to the shorter time scale. يفضل ان الوقت يكون اقل. يعني لو اقدر اسلم العميل كل اسبوعين احسن من ان يسلمه كل شهرين. مثلا. تالت حاجة working software is the primary measure of progress. البروجرس بتاعي انا خلصت قد ايه انجازي في المشروع. الحاجة اللي بتقيسه الاساسية هي انا معايا سوفتوير شغال ولا لا. ما يهمنيش قد ايه documentation ما يهمنيش عملت كام اجتماع. المهم انك تقول لي اني عندي حاجة ينفع تتسلم ويشوفها العميل. دول تلات مبادئ خاصين باني اسلم سوفتوير. بعد كده هنكمل اربع مبادئ بيتكلموا عن design وال adapting to change. المبدأ ده اللي هو الرابع يعني الرابع من اول ما بدأنا. welcome changing requirements even late in development. رحب بالتغير في requirements بتاعت العميل متطلباته حتى لو جات متأخر. ليه? لان الاجيل بتحاول تستغل التغير ده عشان تفيد العميل. زي ما احنا قلنا ان العميل ده اهم حاجة. تاني حاجة ان adapting to change. فانا لو حصل تغير مفيش مشكلة. المبدأ اللي بعده continue as attention to technical excellence and good design enhances agility. لما انا يبقى عندي اهتمام بالتكنيكاليتي ان انا عمل حاجة بجودة عالية والدزاين بتاعي يبقى معمول باحسن ده هيزود الاجيلتي. ليه? تخيل واحد شغله مش منظم مش مزبوط مش كويس. وحبي يغير يعدل. اكيد طبعا محتاج الاول يصلح البوازان اللي هو بوازه صح? انما لو انا عامل حاجة بجودة عالية ودزاين مزبوط لما هفكر ان انا اغير فيها احنا قلنا agility يعني ايه? ان انا اقدر تحرك بسرعة وبسهولة. فانا عشان اعمل اتنين صح? لازم يبقى كل حاجة عندي معمولة صح. تالت حاجة اجايل بروسسيز برو موت ساستينابل ديفلومنت. زي بي ابل تو مينتين بايس ان ديفينتلي. يعني ايه? احنا يبقى عندنا حاجة اسمها او تنمية مستدامة. بمعنى ان احنا كلنا ماشيين بنفس الخطوات. ما يبقاش فيه حد متأخر عننا قوي ولا حد متقدم عننا قوي. نحاول كلنا نبقى على نفس الليفل من والمعرفة بالمشروع. ونشد بعض بحيس ان كلنا بنمشي خطوة خطوة. زي منقول الخطوات تمام? بحيس ان المشروع كله يعلم. ما يبقاش مسلا تستنشغال كويس والديفلومنت لا او العكس. يبقى كلنا بنعلم مع بعض. المبدأ اللي بعده وناس كتير لما بتقراه كده ما بتفهمهوش. اللي هي البساطة. في مبدأ اسمه البساطة. المبدأ ده لو ترجمنا ترجمة حرفية معناه ان انا اقلل او ازود ازود كمية الشغل اللي انا ما عملتهوش. بمعنى ان احنا اي شغل مش مهم مش هيفدنا مش هيدليفر زي ما قلنا نحاول ما نعملهوش. نلغي الشغل ده. نكنسله. تمام? فده معنى الجملة دي. ان اي شغل مش مفيد نخلينه تضن. ما نعملهوش. ما نفرحش لما نكتب كتير وزي ما قلنا وبروتوتيبس واجتماعات مالهاش فايدة. لأ. لو الحاجة مش مفيدة بلاش منها. فهي دي معنى كلمة ان انت تعمل بس الحاجة اللي انت محتاجها. ولا تزود ولا تقلل. فاضل معنا خمس مبادئ خاصة بالكولابوريتف كومنيكيشن اند ارجانيزيشن. التواصل والتنظيم. اول حاجة بيقول لي. بلد برويجكتز اراوند موتيفيتد اندفيدجولز. يعني ابن المشاريع بتاعتك حوالين ناس عندهم موتيفيشن عندهم حماس عندهم شغف بالشغل. جيف زم زا انفيرومنت اند سابورت زينيد. اديهم البيئة الكويسة والدعم اللي هم محتاجينه. ان تراست زم تو جيت زا جوب طان. وخلي عندك ثقة فيهم ان هما يخلصوا الشغل. طبعا فعلا الاجايل زي ما قلنا مبنية على الناس. فمعنى ان انت عايز تشتغل الاجايل صح لازم الناس تكون كويسة. مش ان يبقى عندك بروسس كويسة او نظام او مدير كويس. لا لو الناس تشغالين على الاجايل ومهتمين بانهم يشتغلوا اجايل صح الشغل هيبقى كويس. المبدأ اللي بعده المبدأ ده بيقول لي ان احسن بنية للسيستم بتاعي واحسن واحسن ديزاين بتيجي لما يبقى التيم بينظم نفسه. مش ان يبقى فيه عندنا ودي طبعا حاجة خلافية يعني ممكن حد يقولك كلام ده مش صح بس الاجايل شايفة كده. ان الافضل ان تسيب التيم هو اللي ينظم نفسه وهو اللي يحدد شغله وهو اللي يقرر مين بيعمل ايه. بحيس ان ما يكونش فيه مايكرو مانجمنت. المايكرو مانجمنت اللي هو المدير اللي بيتركز في كل حاجة. نقطة نقطة. ده مش صح. المبدأ اللي بعده. الناس اللي هما من البيزنس والديفيلوبرز المفروض يشتغلوا مع بعض صورة يومية خلال المشروع. كل يوم يبقى فيه تعامل ما بينهم. ما يبقاش ده شغال واحد وده شغال واحد وبيتقابلوا في اخر المشروع. ازاي ده يحصل? اكيد انا حد من البيزنس مسلا وعايز مشروع. صعب جدا نبقى معاك كالديفيلوبر كل يوم. لكن احنا هنقول ازاي بنحاول نعمل ده. المبدأ اللي بعده زا مست افشانت اند افكتيف ميثود اوف كونفينج انفورميشن تو اند وفين ادفيلومنت تيم از فيز توفيز كونفيرزيشن. احسن طريقة ان انا انقل المعلومات ما بين التيم هي الفيز توفيز كونفيرزيشن. ان انا يبقى فيه تواصل فيز توفيز تماما؟ يعني قاعدين مع بعض ولا اونلاين ولا من اي طريقة تاني. وده طبعا حاجة متفق عليها دايما ان انت مهما كان آآ كورسات الانلاين زي الكورس ده موجودة لكن في ناس برضو بتحب تروح تحضر كورسات. ليه؟ لان مهما كان الفيز توفيز كونفيرزيشن بيبقى افضل. طريق التوصيل معلومة احسن. سواء في الشغل او في اي حاجة او في التدريس او في اي مجالية. فيفضل ان احنا نحاول على قد ما نقدر نخلي التواصل ما بيننا فيز توفيز مش على الواتساب ولا اونلاين ولا في ميل. لا نتكلم مع بعض. اخر مبدأ يعني كل فترة. الفريق نفسه بيقيم نفسه ويشوف هو زي يبقى اكتر. وبعدين يزبط الاداء بتاعه وشغله تدريجيا. تمام? وهنقول طبعا ده بيتعمل ازاي كل فترة دي كل قد ايه وهكذا احنا قلنا دي مبادئ مش تصرفات مش احنا بنقول المبدأ وبعدين واحنا ماشيين في هتلاقي ان كل براكتس بيطبق مبدأ من دول.